هذا هو الحال الذي آلت إليه معظم مقابر الجزائر الحشائش، الفضلات المتراكمة وغيرها ما جعل مؤسسة تسيير المقابر والجنائز لولاية الجزائر رفقة الكشافة الإسلامية، القيام بحملات تنظيف لها لو هذه الأمة ما ترفعش الغبار، تنفعش الغبار على نفسها وترجع لرشدها، وتحسن المقابر وتحسن الأموات لأنه رائع مهما طالب، السن نتاعه لابد يجي ينهار وين ينفن ولكن يقبر نتاعه يقول لي مسبلة نحن نرفض يدينا فوق ريسانا الموتى ليس أفضل حال منه هي أحد شعارات هؤلاء الفاعلين في تنظيف المقابر فروح المبادرة والحس التطوعي لتحقيق الهدف حاضر بقوة من أجل مقابر نظيفة تريق بموتانا عندنا الحشيش، النقي والحشيش كلش الحشيش، القرع اللي يرميوه من الناس يعني يقع الفضالات هذيك نرفضهم وعندنا جينا بيريوت تعشتا من ناحية الحجر كي هنا يحلوا قبري، يحلوا القبور، يكسروا هم يعودوا يبنيوا، يقعدوا هذا الحجر هذك نرفضهم نطلبوا من الأمة شبابها بكشافتها بجميع هيئتها ونخبها يشاركوا في هذه الأعمال التطوعية سواء في المقابر، فيما ينفع المجتمع وفي نقاوة البيئة ككل إعادة الهيبة لمقابرنا وإعطائها منظرا محترما هو مسؤولية الجميع بعدما اشتاحتها سلوكيات بعيدة عن ديننا الحنيفة شكرا